كشف تحقيق صحفي جديد لمنشباب نت عن اختفاء أربعة مليارات ريال اعتمدتها الحكومة لمشاريع إعادة تطبيع الحياة في تعز دون أن تنجز أي من تلك المشاريع بشكل كامل واستند التحقيق إلى أدلة ووثائق ومراسلات بين الجهات المختصة في المحافظة في عهد المحافظة السابق أمين محمود وكشفت التحقيقات عن مخالفات قانونية ودستورية في طريقة توزيع الأعمال اعتمد عليها المحافظة السابق أمين محمود والوكيل المساعد للشؤون الفنية وقدم التحقيق أدلة على فساد المشاريع المنفذة في شارع العواضي والنسيرية وشارع المصلى ومحمد علي عثمان حيث لم ينفذ منها سوى شبكات الصرف الصحي ولم تسفلت الطرق رغم استلام الموازنات وكانت أبرز المخالفات التي ارتكبها أمين محمود وطاقمة هي في تكليف مركز صيانة طرق التربة تعز ودائرة الأشغال العسكرية الأعمال المنفذة بملايين الريالات دون أي مناقصة كشفت الوثائق عن زيادة في أسعار مشروع طريق السوق المركزي المتعثر من 77 مليون إلى 97 مليون ريال دون أي مبرر قانوني وتشير هذه الوثيقة إلى تورط الوكيل المساعد مهيب الحكيمي في هذه الصفقة مخالفة لم تقتصر على التكليف بدون مناقصة بل شملت أيضا زيادة الأسعار أكثر من 20% في بعض الحالات في مخالفة صريحة للقانون ومن طبق من فساد على طريق السوق المركزي شمل أكثر من مشروع ترميم خصوصا ترميم مباني المؤسسات الحكومية والطرقات في مدينة تعز وهو ما يتكرر الآن في طريق صيانة هيجة العبد جنوبية المحافظة شكرا للمشاهدة